موسيقى الرئيس السيسي وجهه بالاستمرار في تطوير كفة المناطق العشوائية وغير الآمنة وغير المخططة بالجمهورية من كفة القوانب موسيقى اليوم اجتماع طارئ لوزراء الخارجية العرب بناء على مبادرة مشتركة مصرية أردنية موسيقى واشنطن تدعو الحوثيين إلى الوقف الفوري للهاجمات على السعودية وداخل اليمن موسيقى التاسع صباحا أسابع في جرانات شموكزون إخباري جديد يتكون من القاهرة أهلا بكم استحب الرئيس عبدالفتاح السيسي أعضاء الحكومة من الوزراء ورئيس الوزراء في جولة تفقدية داخل منطقة عزبة الهاجان بشرق القاهرة على طريق القاهرة السويس وأكد الرئيس سيسي أن جولته تهدف إلى الاطلاع عن كثب على أحوال المواطنين في المناطق التي تم بناءها بشكل غير مخطط موجها الوزراء إلى التواصل عن قرب مع المواطنين للتعرف على مشاكلهم ووجه الرئيس سيسي بالاستمرار في نهج الدولة وجهودها في تطوير كفة المناطق العشوائية وغير الآمنة وغير المخططة المنتشرة على مستوى الجمهورية من كفة الجوانب وأن تسبق الحكومة طلب المواطنين على الإسكان حتى لا تتحول الدولة إلى عشوائيات تابع الرئيس سيسي في اجتماع مع رئيس الوزراء وعدد من الوزراء والمسؤولين التفاصيل تنفيذية للمشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري على مستوى الجمهورية وصلح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس سيسي قد وجه بتضاف ركفة الجهود للوقوف على أدق التفاصيل الخاصة بهذا المشروع العملاق الذي يتعلق بتطوير وتغيير وقع الحياة المعيشية لنصف سكان مصر كذلك وجه الرئيس بإعادة توزيع مباني الخدمات الحكومية داخل القرى بتجميعها في كيانات مركزية حديثة متكاملة وذلك لحوكمات وتطوير إدارتها والتسهيل على المواطنين بتجميع الخدمات في منطقة جغرافية واحدة كما وجه الرئيس سيسي بتوسيع نطاق آلية المشاركة المجتمعية في إطار تنفيذ مشروع قرى الريف المصرية أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي خصوصية العلاقات المصرية الخليجية وارتباط أمن الخليج بالأمن القومي المصري وأكد الرئيس خلال استقباله الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي نايف الحجرف مبادئ السياسة المصرية الهادفة إلى البناء والتعاون ودعم تضامن العربي كنهج استراتيجي أصيل ذلك في إطار من الاحترام المتبادل والالتزام بالنوايا الصادقة لتحقيق المصلحة المشتركة والتكاتف لدرء المخاطر عن سائر الأمة العربية وصون أمنها القومية يعقد سامح شكر وزير الخارجية اليوم اجتماعا ثلاثيا مع نظريه الأردني أيمن الصفد والعراقي فؤاد حسين من المنتظر أن يبحث الاجتماع تنشيط مصار التعاون بين دول الثلاث وتشاور حول القضايا محل الاهتمام المشترك كشف مصدر بالجامعة العربية لأكشن يوز أهم بنود مشروع القرارات التي ستصدر عن الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب الذي سيعقد اليوم بناء على مبادرة مشتركة مصرية أردنية أوضح المصدر أن الوزراء العرب سيؤكدون ضرورة وجود موقف عربي جامع يحول دون تدخلات خارجية كما يتضمن مشروع القرارات تمسك الدول العربية بحل الدولتين ومطالبة الجانب الإسرائيلي بالاستجابة لمبادرة السلام العربية عبر الاستئناف الفوري لمفاوضات السلام بناء على المرجعيات الدولية كذلك سيحفظ الوزراء العرب كل الأطراف الدولية بما في ذلك الأمم المتحدة والرباعية الدولية على اتخاذ خطوات عملية من أجل إطلاق مفاوضات ذات مصدقية تعالج جميع قضايا الحل النهائي أدانت مصر قيم الحوثيين بشن عدد من الهجمات باستخدام طائرات مفخخة بدون طيار باتجاه أراضي المملكة العربية السعودية التي تم اعتراضها وتدميرها جميعا من قبل القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن عربت مصر في البيان في بيان الخارجية عن استهجانها الكامل لاستمرار مثل هذه الأعمال الإرهابية الدنية التي تمثل تهديدا للأمن والاستقرار الإقليمي وخرقا لقواعد القانون الدولي والإنساني مؤكدة وقوفها إلى جانب السعودية فيما تتخذه من إجراءات للتعامل مع هذه الأعمال العدائية دعت وزارة الخارجية الأمريكية الحوثيين إلى الوقف الفوري للهجمات التي تطال المدنيين داخل السعودية ووقف أي هجمات عسكرية جديدة داخل اليمن قال بيان الخارجية الأمريكية أن واشنطن تشعر بقلق عميق من استمرار هجمات الحوثيين داعية إياهم إلى الامتناع عن الأعمال المزعزعة للاستقرار وإظهار التزامهم بالمشاركة البناء في جهود مبعوث الأمم المتحدة الخاص مارتين جرافث لتحقيق السلام قال وزير الأعلام اليمني معمر الإرياني أن اعتزام الولايات المتحدة إلغاء تصنف الحوثيين كجماعة إرهابية خطأ فادح معتبرا أن من شأن الخطوة أن تشجع الحوثيين على التماد في مواصلة نهجها العدواني والتصعيدي بحق اليمنيين ودول المنطقة أضاف الإرياني أن الخطوة تشجع الحوثيين على تحدي الإرادة الدولية الداعية إلى ضرورة إنهاء الحرب والبدء بمشاورات أحلال السلام العادل والشامل توفق مجلس شركاء الفترة الانتقالية في السودان على إعلان الحكومة اليوم وقالت تناطق الرسمي باسم المجلس مريم صادق المهدي أنه سيتم إعلان الحكومة الجديدة بعد حل الحالية عدى وزارة التربية والتعليم التي لا تزال تقرى المشاورات بشأنها أعلنت وزارة الصحة والسكان عن خروج ثلاثمائة وواحد وعشرين متعافيا من فيروس كورونا من المستشفيات ذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم أوضح دكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي للوزارة أنه تم تسجيل خمسمائة وأربع وثلاثين حالة جديدة تبتت إيجابية تحاليلها معمالية للفيروس لافتان إلى وفاة سبع وأربعين حالة جديدة وذكر مجاهد أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد هو مائة وتسعة وستون ألف وستمائة وأربعين حالة وتسعة آلاف وستمائة وأحدى وخمسين حالة وفاة أظهر إحصاء لرويترز أن الإصابات بفيروس كورونا حول العالم تقترب من مائة وستة ملايين وأحصات رويترز وفاة أكثر من مليونين وثلاثمائة واثنتين عشرة ألفاً قراء الفيروس حول العالم مشيرة إلى أنه تم تسجيل الإصابات في أكثر من مائتين وعشر دول ومناطق منذ اكتشاف أول حالات الإصابة في الصين في ديسمبر لعام الفين وتسعة عشر قالت المركز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها أن عدد من من تلقوا لقاح فيروس كورونا تجاوز الواحدة وأربعين مليون أمريكي بينما تم توزيع ما يقرب من ستين مليون قراءة لقاح وأضافت المراكز الأمريكية أن أكثر من واحد وثلاثين مليون شخص تلقوا قرعة واحدة أو أكثر بينما حصل أكثر من تسعة ملايين شخص على القرعة الثانية ولفتت إلى أن اللقاحات المعتمدة في التوزيع هي فايزر بايونتك ومودرنا رياضيا نماجه الأهل فسامين مساء باير ميناخ في نصف نهائي كأس العالم للأندية وتأهل الأهل إلى دور نصف نهائي للبطولة بعد فوزه على دحل قطاري بهدف نظيف سجله حسين الشحات في المبارات التي جمعت الفريقين على استدل مدينة التعليمية في مستهل مشواره بالبطولة نهاية الموجز وختم نحيط عن مسادة المشاهدين بأن تردد أكشن يوز الجديد هو 11.885 معدل الترمي 27.500 معامل استقطاب رأسي كنت معكم أنا فيروز مكيد ومتم سالمين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر